طيب نروح لأستاذ أحمد دي نفسي وإكتئاب مزمن زي ما هو وصفه ولما سألته ما رحش ليه للدكتور قال لا نلجأ للقرآن الكريم والسنة هو احنا هنمشي فيه خط في طريقين متوازيين الطريق الأول هو أننا هلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالأدعية والأذكار خاصة الاستغفار وكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المحافظة طبعا بقى على الصلاوات الخامس إلى آخره يعني وكذلك هذهب بقى للطبيب المختص يبقى أنا كده إلجأت إلى الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت أيضا أخذت بالأسباب وإن شاء الله تتغير الحالة